السلام عليكم ورحمة الله. السابع خلينا نبلش في انصبة الزكاة ومصارفها. هون عندي حكم الزكاة اوجبها الله. بما انه اوجبها الله تعالى على كل مسلم ومسلمة. اذا توفرت اذا واجبة بشرط ايش? يكون عندي فيه شرطين. اذا نوجدوا هضرت شرطين معناها الزكاة عليك واجبة. طيب واذا ما نوجدوا معناها الزكاة مواجبة عليك. ايش? ومن الشرطين طيب يمس. بنيجي هون هون في عندي ايش? شروط الزكاة. خلينا نلونهم عشان ايش تكونوا فاهمين علي. ونرم صلى على سيدنا محمد. الان شروط الزكاة اول اشي ان يبلغ المال النصاب. هاي الشرط الاول. اثنين ان يمر على المال بعد بلوغه النصاب حولا كاملا. اذا ذو الشرطين موجودين معناها خلاص واجبت علي الزكاة. طب لو موجودين ما في زكاة. طب شو يعني النصاب? النصاب هو مقدار من المال محدد. يعني اذا وصل هذا الحد معناها ايش? عليك زكاة. اذا وصلت الحد عليك زكاة. طب ولو ما وصلت الحد معناها انت ما عليك زكاة. الان ان يمر على المال حولا كاملا والحول هو سنة قمرية كاملة. وعدد ايامها نركز عليها شوي كم عدد ايامها? ثلاثمية وخمس. اه ثلاثمية وخمس وخمسين يوم سنة قمرية. ما حكى? طب يامس ثلاثمية وخمس وستين? احنا نعرف انو سنة ثلاثمية وخمس و bloom. ليش ثلاثمية وخمس وخمسين? لانو يامس ثلاثمية وخمس و خمسين هي عدد ايام السنة القمرية. لان ان يمروا على المال حكينا ايش حول كامل? طب ما الحكمة من مشروعية الزكاة? ليش رب العالمين فرض علينا الزكاة? ما هو السبب انه رب العالمين فرض علينا الزكاة او ليش هاي الزكاة مهمة ليش انا لازم ندفعها ليش انه الغني لازم يدفع للفقير ما للزكاة الحكمة من مشروعية الزكاة هي كالاحتية اولا لسد حاجات وحفظ كرامة الانسان الانسان الفقير بيكون محتاج ويلو كرامة بدل ما يطلع يشحد ومد ايده للناس لو كل الناس بيدفع الزكاة سدقوني ما في بني ادم بيمد ايده وبيشحد لانه لكل الاغنياء دفعوا زكاةهم اثنين تحقيق التكافل الاجتماعي النقطة الثاني تحقيق التكافل الاجتماعي النقطة الثالث تطهير النفس الغني من البخل والشح ونشر المودة والمحبة بين افراد المجتمع طبعا لما يصير الانسان الغني بيدفع من مال للفقير وبيساعده وبيجده دائما في معونته ما بتمنى زوال النعمة عن الفقير الفقير ما بتمنى زوال النعمة عن الغني بالعكس دائما بتمنى الله يبارك לו الله يزيد له بماله بتصير في عندي الأمن المحبة بين الناس هذا هو المقصود فيها طبعا هون في عندي في أستذكر طبعا منها شغلة في أستذكر هون ما هي الأموال التي تجب فيها أو ما مفهوم الزكاة مفهوم الزكاة هي مقدار من المال